المجلس النواب المجلس النواب منذ بداية جائحة كورونا خلال الفصل التشريعي الخامس إنجازا مثمرا على صعيد التحول الرغمي الإلكتروني وعقد جميع اجتماعاتها عن بعد حيث تكفلت الأمانة العامة للمجلس بالقيام بدور بارز وكبير من أجل مواصلة العمل البرلماني في مملكة البحرين ترجمة لمضامين التوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه التي أنبرت لها الإرادة الوطنية الرفيعة مستندة على أوجه الدعم والمساندة الكاملة المقدمة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الذي قاد جميع الجهود الوطنية وفق عمل منهجي شامل ومتكامل عززت الوعي المجتمعي والعمل الجماعي ضمن فريق البحرين هذه الجهود الحثيثة التي بذلتها الأمانة العامة خلال عقاد جلسات مجلس النواب ساهمت في دعم المنظومة الصحية المتكاملة لمملكة البحرين بجانب دعم الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة التي قامت بها البحرين ضمن جهودها للتصدي لفايروس كورونا وفي السياق نفسه عملت الأمانة العامة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها ضمنت استمرارية العمل البرلماني وعقد الجلسات بصورة افتراضية لتنال هذه التجربة البرلمانية البحرينية الإشارة الكاملة من الاتحاد البرلماني الدولي والمجالس التشريعية ومؤسسات الدراسات البرلمانية إلى ذلك واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب خلال الجائحة تحضير جلسات المجلس العامة وحضور جلسات اللجان عن بعد مراعية جميع معايير السلامة العامة لأصحاب السعالة النواب وذلك للحفاظ على سلامة وآمن المجتمع طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين